أكثر من ألف مصاب بأمراض الدم في محافظة بابلة يتلقون العلاج من مركز سعته أربعون سريرا فقط مركز أمراض الدم الوراثية في مدينة الحلة مبنى متهالكة ولا يتسع للمرضى المراجعين ويتخوف الملاكة الطبية من انهياره في أية لحظة إحنا المكان مالتنا قديم والسعة السريرية قليلة بالرغم منه عندنا عدد المرضى يعني هواية هو مثل ما قلت أنه عندنا وحدتين وحدة ثلاثيمية ووحدة الأمراض الدم الوراثية أو وحدة الأمراض النسفية وحدة الثلاثيمية اللي احنا نقصد بها تقريبا عندنا هسة احنا 1300-1307 مريض وبالنسبة للمرضى الهيموفيليا عندنا 301 مريض هذا ولو كلهم يحتاجون إلى السر طبعا بنايتنا كل اشتعبانة وتفتقر إلى هواي شغلات من ضمنها يعني أنه غير أمينة متهالكة بالشتاء يعني تخر علينا مي فكل الأمور احنا نحاول أنه نحافظ على الأجهزة اللي موجودة لأن الأجهزة هتتأثر كل شيء بالرطوبة ونريد أن نحافظ على المرضى اللي موجودين بأي وقت توقع المركز التخصصي يوفر الفحوصات اللازمة للمصابين ويجهزهم بكميات الدم التي يحتاجها المريضة إضافة إلى توفير العلاجات الأخرى لكن المصابين هنا يشكون من ضيق المكان لا سيما في ظل زيادة أعدادهم مصابوا الثلاثين الكبرى نجي هنا كل عشرين يوم كل خمسة عشر يوم وخلي بطل دم ونأخذ ماتنا أيضاً علاج طارد الحديد والحالي أن علاج طارد الحديد ما متوفر الناشد رئيس وزارة الصحة أن يوفر لنا علاج طارد الحديد مع مستلزماتهم السكيلبات والمي المقطر والسرنجات لأن غالياته لا نستطيع أن نشتريه من بارة يعني المكان حيض ضيق قاعد حسن تشوفت إذا صار مرضى يجب كمية هواي يعني المكان ما يتسعن متخصصون شددوا على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الخاصة من قبل الزوجين قبل الشروع بالزواج للحد من زيادة أعداد المصابين بأمراض الدم الوراثية من باب المحتز العبودي زاكروس تيفي